ديك المعلومات منظمة ومرتبة وفق ما أراد أو ما أخرجها الفقيه الفقيه اللي هو الإمام والعالم اللي هو الخطيب الشربين هو طلع لنا كتاب الإقناع شرح المتن اللي هو متن أبي شجاع اللي هو موجود فوق الخط الأحمر بالخط الأحمر في خط أحمر طويل كده فوق منه المتن تحت منه لما جمعي فصل فيه شروط الصلاة وليه بيبدأ ليقول للصلاة شروط وأركان وسنن يبقى هنا بيديني إجمالا إن الصلاة إيه؟ أركان وشروط وسنن تب ليه بدأ بكلمة شروط لأن كلمة الشروط بيقول قبل الدخول في الصلاة تب ليه بيقول بعد كده أركان لأن دي جوه صلاة وليها نظام لوحدها تب ليه بيتكلم عن السنن عشان يقول لي دي مكونات الصلاة الأساسية أو إجمالا حالي بيكلمني يقول لي والسنن أبعاد لو بصص معاه في الكتاب هتجد في الصطر الأول ده كلام الخطيب أو الشيربين الخطيب اللي هو شارح كتاب الإقناع بيعلمني يقول لي خلي بالك أن السنن أبعاد والأبعاد هي التي تجبر بسجود السهو طيب وإيه كمان من السنن الهيئات والأيهات اللي هي لا تجبر بسجود السهو يجي بعد كده هينقل نقل أخرى طيب إحنا ليه بناخد كتاب المدرسة هنا في رسالة بحب أن أنا أوجيها لكل طلاب اللي هم قاعدين مكتهدين بيحاولوا يتعلموا لهم دائما تستعين برب العالمين وده بنكرر من وقت للتاني عشان تستغفر الله سبحانه وتعالى تصلي وتسلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو الله سبحانه وتعالى أنه يوفقك رقم اتنين لازم تأخذ بالأسباب تأخذ بالأسباب إزاي؟ بتتعلم إزاي تأخذ بالأسباب وبتتعلم بعد كده أنه انت فعلا تقوم بالوجه الأكمل في الأخذ بالأسباب وبعدين تحسن التوكل على رب العالمين يعني القلب بيكون متعلق بالله سبحانه وتعالى ومن دون الأخذ بالأسباب أنك إنت لما تتعامل مع الكتاب تتعامل معاه لأنه مصدر أساسي موثوق فيه وفيه معلومات قيمة جدا محتاج أن أنت أولا تتعامل مع الكتاب كمصدر أساسي وما فوق فيه تتعامل مع المعلومات اللي موجودة فيه تحاول أنت يفهمها كويس وبعدين تلخصها وبعدين تصير الأسئلة أو تبحث عن الأسئلة المتوقعة في الامتحان علشان تلم المادة بشكل رائع جدا وده اللي إن شاء الله هنعمله مع بعض في هذا اللقاء ونتعلم سوا إزاي نطلع المعلومات من الكتاب هنا بيقول احنا كده خلاص عرفنا الصلاة إجمالا